فانت لما تغير بقى عليك اللعيب دي وتوصل الناس ان هم يشتغلوا كورة علشان هو مهنته انه نلاعب كورة بيصحى وياكل ويشرف وينام وكورة بس هيبقى عندك لعيبة في نقطة مهمة تتكلم على منتخبات الكبيرة في القارة عندها لعيبة محترفة بتلعب في اسماء كبيرة في أوروبا على ألف كلاس ايه مش لازم في أنديس صفة يا كريم منتخب غينية الاستوائية قدم كورة أحسن مننا عشر مرات ما عندهوش لاعب يلعب في أندي كبير في منظومة الناس بتشتغل في غينية الاستوائية بقى لهم عشر سنين عشان يعملوا الجيل ده عشان يعملوا الجيل ده لما لو عندهم نقص في مركزين راحوا رجعوا لعيبة مزدوية جنسية منهم امليون سوي الرجل اللي نهاردة حتتكور في عرضة وطلعوا برا جنوب أفريكا غالبية العظمة من اللعيبة من جنوب أفريكا اللعيبة كلها من الدور المحلي في منظومة احنا لما كان عندنا جيل استثنائي وما كانش في منظومة الجيل نفسه ساعدك لوحده فانت لا عارف تخلق جيل ولا عارف تخلق منظومة يا كريم بقولك فيه لعيبة بتلعب في بوركينا فاسو اللي أقوى مننا بتلعب في غينية الاستوائية اللي أقوى مننا بتلعب في المنتخبات الصغيرة كلاس بي و سي في أفريقيا بتلعب في أندي الدرجة تانية وبيقدموا مردود أكتر مننا وخد المفاجأة أربعة من ضمن ست دول اللي صعدوا للدور التاني بلعب في مدربين محليين فهي قصة لقصة إمكانيات احنا كنا بندفع كتير قوى كريم بالمناسبة أنا عايز أقولك حاجة وأعايز أخش معك برؤون مش عارف كابتال عبد الحميد لو يسمح يعني احنا هنشوف شوية تصريحات حلوة من أقضاء اتحاد الكرة لأيام اللي جاية وخليك فاكر الجمل دي تمام؟ يا جماعة أنتو عاملين أزمة دي ما دي كورة وسوق حظه وخسنها بضربات ترجيح سيبك من دي دي مش هتفرق قوي التانية بقى دي كبيرة يقولك احنا طلعنا من دور 16 منتخبات زي الجزائر وتونس وغانا طلعوا من دور المجموعات فأنتو يعني بدايسين علينا قوي إيه دا في منتخبات كبيرة برضو خرجت بس انتو دايسين خليك فاكر التصحات دي عشان يتقال بتراهيني ولا موافق معي؟ أنا 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 مش مش أنا خايف روحناك عارف ليه؟ لو أنا عندي شيء من من أدبيات أدبيات كورة القدم والله مركب الطيارة وأنا وأنا في عدو اتحاد الكورة وأنا في نفس المطاق مركبش الطيارة من هناك أصل أركبها وأنا مستقيل